النرجسية الخبيثة جماعة بيميل للانتقاد بشكل متكرر من غير ما يحط في اعتباره ابدا تأثير افعاله دي على الاخرين واحيانا تصرفاته بيكون فيها نوع من العداء الصريح على حسب الهدف اللي بيحاول يحققه طيب ايه هي النرجسية الخبيثة جماعة وايه هي علاماتها اللي بتميزها وبالرغم من وجود تشخيص واحد بس لاضطراب الشخصية النرجسية الا ان النرجسية نفسها عبارة عن سلوك معين بيظهر بعض الاشخاص صفات من الممكن انها تكون عادية جدا زي الاشخاص اللي بيحبوا نفسهم او بيحبوا يتصوروا سيلفي كتير مثلا اعجبا بنفسهم يعني ولكن في النهاية بنلاقي ان بعض الصفات النرجسية دي من الممكن انها تكون في الظاهر صفات عادية جدا النرجسية الخبيثة جماعة تشخيصها الوحيد هو نمط مستمر من محاولات جادة جدا لتخريب حياة وسعادة الاخرين او تخريب تقديرهم لنفسهم وكمان تخريب علاقتهم في الغالب المعالجين دايما بيعتبروا ان النرجسي الخبيث من اكتر الانواع خطورة لانه بيظهر عليه صفات واضحة جدا فيها عداء لكل المجتمع اللي حواليه طيب ايه هي سمات وعلامات النرجسية الخبيثة احيانا جماعة العلامات دي بتكون واضحة بشكل مش ممكن يعني تصدقوا لكن كمان ممكن انك تلاقيها علامات خفية ومش واضحة برضو لدرجة يعني على حسب يعني الحالة اللي النرجسي الخبيث بيستهدفها ولكن الاهم اننا نعرف ايه هي العلامات الواضحة للنرجسي الخبيث اول علامة جماعة وهي غضبه الشديد جدا واللي بيكون غريب جدا في انه بيظهر فجأة وده بيحصل على اي حاجة مهما كانت ما تستهلش بتلاحظ ان في حاجات بتحصل الظاهر منها انها عادية جدا ولكن بتكون سبب لإصارة الغضب الرهيب جدا للنرجسي الخبيث ده وكمان لما النرجسي بيحس من وجهة نظره بالتهديد من اي حاجة او اي تصرف بيبدأ يتعامل بغضب عالي جدا لانه بيستخدم الغضب ده زي يعني حماية له من اي مظهر ممكن يبين انه ضعيف بيستخدم الغضب ده بطرق كتير جدا زي التهديدات او العنف الواضح وده علشان يقدر يستعيد احساسه بالقوة والسيطرة مرة تانية كمان زي ما الغضب ده ممكن يظهر بسرعة ممكن كمان يختفي بسرعة وده اللي بيخلي كتير من الضحايا بتعاني جدا مع النرجسي لانها بتحس دايما انه مزاجه متقلب وملوش امان لدرجة انها بتكونش قادرة تتوقع رد فعله في موقف معين شكله ايه العلامة اللي بعد كده يا جماعة اللي هي الاستحقاق وزي ما قلنا علامات في النرجسي عموما ولكن بنتكلم عن النرجسي الخبيث بالتحديد طبعا يا جماعة ما يخفاش على اي حد فينا ان النرجسي بيعتقد انه بيستحق كل حاجة هو عايزها وبالتالي هو ما بيقدرش يفهم ابدا سبب ان الاخرين مش قادرين يفهموا النقطة دي عنده او انهم يبصوا للحاجة دي بطريقته هو النرجسي بيفشل دايما انه يتقبل طريقة تفكير الاخرين وكمان بيعمل اي حاجة تضمن له انه يحصل على اللي هو عايزه زي مثلا لو النرجسي حاسس ان هو اللي استحق الفرصة العمل او الوظيفة دي ممكن يبدأ يعمل حمل التشويه ضد زميله اللي بينفسه في الحصول على الوظيفة دي او انه يبدأ يعمل صداقة مع المدير بطريقة تخليه يقدر يفوز او يعني يقدر يحصل هو على الوظيفة بداله وممكن يوصل به الموضوع ان هو يهد التهديدات مباشرة وخطيرة جدا على اللي ممكن يعمله لو هو مقدرش يفوز بالوظيفة دي العلامة اللي بعد كده ان النرجسي الخبيث ده بيميل لانه يقاطع اي حوار او منقشة وبيحاول يسيطر على مجريات الحديث لصالحه لما النرجسي بيتناقش او بيتكلم مع الاخرين ما بيكونش هدفه ابدا انه يعني او الروابط او العلاقات اللي بينه بين الاخرين بكلامه ده ولكن هو بيعتبر الحوار او النقاش ده وسيلة للحصول على احتياجاته بدلا من انه يتواصل مع الاخرين بطريقة طبيعية فيها نوع من التبادل لانه بيحسب كويس جدا ايه اللي ممكن يتقدم له او هيحصل عليه النتيجة اللي بتحصل من كده انه دايما بتلاقيه بيقاطع كلام الاخرين علشان هو يفرد وجهة نظره ويخلي كلام الاخرين مش واضح او مشوش كمان يا جماعة النرجسي النرجسي الخبيس ده بيحاول يسيطر على الحوار وتوجيهه لانه يخدم احتياجاته ومصلحته هو وطبعا النرجسي الخبيس بينتقد اي كلام من الاخرين علشان يخليهم يضطروا في النهاية يوقفوا الكلام ويسكتوا علشان هو اللي يتكلم كمان حط في اعتبارك ان مش كل النرجسيين ممكن يلجأوا للطريقة دي يعني مش لازم بالزبط في كل الاحوال ولكن من الممكن انك تلاقيه بيتعامل بطريقة لطيفة مع الاخرين علشان يكسب تعاطفهم ويخدعهم بشخصيته المزيفة العلامة اللي بعد كده ان النرجسي الخبيس ده عنده جنون العظمة ودي واحدة من اهم العلامات الرئيسية في النرجسي الخبيس وهي جنون العظمة المستمر لانه وبشكل عام النرجسي بيميل لعدم الثقة بالاخرين وده ممكن تلاحظوا لما تلاقيه بيقول مثلا ياريت ما تسمعش كلام حد تاني لانه اللي بتكلم ده مش عارفه وبيقول ايه وبيقولك كمان ما تبقاش واثق قوي في كل اللي بتقراره الايام دي او تسمعه ودايما هتلاقيه بيقولك الناس دي بتستفيد منك او ان يقولك خليك حريص دايما العلامة اللي بعد كده يا جماعه هي انه مش بيندم ابدا النرجسي الخبيس بيفتقر لاحساسه بالندم على اي تصرفات هو بيعملها مع الاخرين وده بيكون على عكس باقي انواع النرجسيين لانه مش بيحاول ابدا انه يتظاهر بالندم او انه يقدم اعتذار او تبريرات مزيفة وبدل ما يعمل كده بيستمر النرجسي الخبيس في مهاجمة الناس او انه يهددهم علشان يبعدوا عنه لان الناس معظمها هتبقى خايفة من غضب النرجسي الخبيس ده العلامة اللي بعد كده ان تفكيره مريض وغير طبيعي في الغالب يا جماعة مش بيشوف النرجسي حالة وسط ابدا ولكن بيشوف دايما الناس يا اما سيئين او طيبين مفيش عنده حاجة وسط كمان لما بيكون في حد بيمدحه بشكل كبير جدا وبيظهر له اعجابه بشخصيته ممكن يوصفه بانه من افضل الناس ومع اول خطأ ولو بسيط بيوصفه بانه اسوأ شخص تقابل معه في حياته العلامة اللي بعد كده وهي انه بيلوم الاخرين دايما كل النرجسيين يا جماعة بيحاولوا يتهربوا من مسئوليتهم او انهم يتسألوا عن اي افعال او تصرفات بيعملوها علشان كده النرجسي الخبيس دايما بيرمي اللوم على الاخرين بيحملهم مسئولية اي شيء يحصل من الموضوع يعني اللي بيحصل معاه علشان ما ينكشفش اللي جواه السيئ الاهم في النقطة داي جماعة ان النرجسي الخبيس بيستخدم اسلوب التسليس كمان كطريقة في تحميل الاخرين المسئولية على التصرفات دي العلامة اللي بعد كده شخصيته المتناقضة لما بيكون عدائي ممكن تلاقي النرجسي الخبيس ده مش عدواني في كل الاحوال ولكن بيميل انه يكون عدواني دايما كمان بيكون عنده مشكلة في التحكم في غضبه مع عدم التحكم في ردود افعاله او تفاعلاته مع الامور وده بيديله فرصة ومساحة انه يقدر ينتقد الاخرين براحته وده لما بيحس بالتهديد او الاهانة ورغم كده لازم ما تنساش ان النرجسي ما بيعترفش ابدا بغلطه او بيعتذر عن اساءاته بصدق لإيمانه الكامل بانه هو ما بيغلطش او انه ارتكب حاجة تستحق انه يعتذر عنها بيكتفي النرجسي احيانا لما بيحاول يتنصل من مسئوليته ناحية تصرفاته انه يحاول يشككك في عقلك عن طريق انه يقولك مثلا انا ما حاولتش ابدا ان ازيك بطل انت تتعامل بحسسية زايدة او انه يقولك انا اسف على اللي حصل بس انت برضو اضطرتني ان انا اعمل كده العلامة اللي بعد كده في النرجسي الخبيث يا جماعة انه بيحب المنافسة جدا النرجسي الخبيث بيربط نجاحه بنجاح شخص تاني وبيظهر دايما انه انسان طموح جدا وناجح جدا والفوز او الانتصار او اللوية قصوى بنسباله حتى لو نجاحه ده هيتسبب في انه يقزي حد تاني مش هيهمه ابدا وهيبزل كل جهده انه ينجح مهما كانت النتائج ان الرجسي الخبيث مش بيتنازل ابدا عطني انه يكون له دور قيادي وفيه زعامة على اي حد حواليه واي دور اقل من القيادة هيكون بنسباله اهانة ووضع مهين جدا لشخصيته موضوع قدرته على المنافسة ده هتقبله في اي مجال واي مكان زي العلاقات او في العمل او حتى في المدرسة زي مثلا ممكن تلاقي ان الام مثلا النرجسية بتنافس اي ام تانية في مدرسة ابنها عن طريق انها تعمل اي حاجة في مقدورها علشان تخلي بنتها او ابنها هو الطالب الاول حتى لو كان الهدف ده من الممكن ان يدرب ابنها نفسه بالتأكيد ده بسبب ان النرجسية الخبيثة دي قررت من جواها انها لازم تكون احسن وافضل من باقي الامهات التانية طيب ايه هو سبب النرجسية الخبيثة اضطراب النرجسية الخبيثة جماعة مش بيكون له سبب واحد وبس ولكن الخبراء النفسيين بيعتقدوا في العموم ان النرجسية بيكون سببها بعض الحاجات الوراثية والبيئية المختلفة زي مثلا صدمة الطفولة في معظم الظروف تقريبا بيكون عند النرجسي سابقة في صدمة الطفولة وصدمات الطفولة دي ممكن تشمل الاهمال والاعتداء الجسدي والاساءة العاطفية وكمان من الممكن ان صدمة الطفولة دي تظهر لما بيحتاج الاطفال الصوارين لرعاية من الوالدين بسبب مشكلة طبية او نفسية الاطفال دي بتكبر وجواها اعتقاد بعدم الامان في العالم اللي هي عايشة فيه وان الناس اللي حواليهم دول سيئين وما ينفعش ابدا يسقوا فيهم وبيتحول الاطفال دول لانهم بيعيشوا دور الضحية وبيكون كل همهم حماية نفسهم من خلال انهم يتصرفوا بشكل اللي فيه تفوق وقوة على اي حد تاني وده بيكون واضح جدا لما بتكبر جواهم الانا المغرورة واللي بتدي لهم نوع من الحماية لشخصيتهم الهشة الضعيفة السبب اللي بعد كده لما بيكون ما عندهمش ثقة في الوالدين الاطفال جماعة بيكونوا محتاجين ان هم يحسوا دايما بوجود حماية من الاب والام باستمرار ومسندتهم وحرمان الطفل من الامان ناحية والدهم او والدتهم بيكون سبب من اسباب ظهور الانرجسية الخبيثة وده بتكون مشكلة رهيبة جدا لان من الطبيعي ان الاب والام هم بيكونوا مصدر الثقة والامان للطفل واللي بيعتمد عليهم وعلى دعمهم الكامل له اما لما الوضع بيكون عكس كده فبيبقى في مشكلة كبيرة بالنسبة للطفل السبب اللي بعد كده هو المتح والاعجاب الزايد عن حد له لما شخص بيلاقي انه دايما فيه اعجاب ومتح زايد ومبالغ فيه بشخصيته بيزود عنده جدا احساسه بالاهمية المبالغ فيها وده سبب في ان النرجسيين دايما حريصين على ان يكون فيه حواليهم اشخاص بتدلهم الاحساس بالعظمة ده لانهم حريصين على انهم يكونوا متطمنين ناحية تقديرهم لذاتهم السبب اللي بعد كده وهو تعرض الشخص ده للرفض باستمرار الرفض المستمر لشخص النرجسي يا جماعة بيخليه عرضه لانه يبقى نرجسي خبيث لان الرفض المستمر ده بيجرح الانا اللي جواه وبيقضي تماما على تقديره لذاته ونتيجة لده بعض الاشخاص بتعاني من تدني رهيب جدا في احترام الزات ودايما بينجزب النرجسيين الخبيثين لاحتياجاتهم او احتياجهم للقوة والسيطرة والهيمنة الزايدة علشان يضمنوا ان ما فيش حد عنده القدرة انه يقزيهم مرة تانية طيب ازاي تقدر تحافظ على نفسك لو انت عايش في علاقة مع نرجسي خبيث اولا جماعة ومهم جدا اننا نفضل فاكرين ان معظم النرجسيين ما بيعرفوش يطلبوا المساعدة من نفسهم كده وده لانهم مش بيقدروا يتعرفوا ان سلوكهم مش صح او ضرب اللي حواليهم ولو حصل يعني انهم دخلوا في علاج معين فبيكون في العادة لأسباب تانية زي الاكتئاب او سوء المعاملة العلاقات النرجسية الخبيث يا جماعة بتكون مدمرة جدا لاي حد على علاقة بالنرجسي الخبيث ده والنوع ده من شخصيات بيكون خطير جدا وفي الوقت اللي معظم النرجسيين مدركين تماما انهم بيسببوا القلم للاخرين في احسن حالاته لما بيلاحظ التعذيب الظاهر على ضحاياهم دول ولكن بعد الاساءة بيتحول النرجسي الخبيث بسرعة لدور الضحية من خلال انه يوهمك انه ما كانش يقصد انه يؤذيك ابدا وانه كان بيعمل كده علشان مصلحتك والوضع ده في الغالب بيخلي الضحايا دايما في حالة من العجز والخوف الدائم اذا كنت حاسس انك في علاقة مع نرجسي الخبيث حاول تحافظ على نفسك على قد ما تقدر علشان في الغالب النوع ده من النرجسيين ما بيكونش عنده اي استعداد ابدا للتغيير ومن الممكن ان حياتك كلها تتعرض للخطر بسبب العلاقة دي خليك عارف ان اي تعامل بالمنطق مع العلاقة اللي بالشكل ده ما بيكونش حل ابدا ومش حيفيدك باي حاجة ولكن بدل ما تعمل كده حاول على قد ما تقدر تحط حدود قوية وتتواصل مع الدعم فورا والافضل بعد كل ده فيه علاقة بالشكل ده هو قطع الاتصال تماما اشتركوا في القناة